أعلنت وزارة الثقافة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان والتي تأتي في إطار الاحتفالات باختيار القاهرة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وتشمل الفعالية ما يقرب من 1479 فعالية فكرية وفنية وإبداعية تقام في الفترة من السابع وحتى السابع والعشرين من رمضان ويتم تنفيذها في مختلف محافظات مصر بهدف الحفاظ على الهوية ولإبراز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي